معنا واسن صالح بارحيم لايف كوتش ومعالجة بالطاقة الحيوية يعني أنا هاي الاستضافات كثير بكون مستمتع أو متشوق إلها لأنه فعليا التعطيق طاقة إيجابية نحن بحاجة نعرب طاقتنا اليوم وطاقة الإنسان كيف تتأثر علاقة الطاقة بالعقل الباطن للإنسان خلي رحب بي واسن أهلا وسهلا فيك واسن أهلا وسهلا فيكم شكرا لكم يسهد صباحك صباحك سهلا كيف شايف طاقتنا هلأ مبدئيا لا كتير حلوك حلو الستيديو حلو اللون الأخضر بيعطي حياة هك بيعطي حياة لا طاقتي أنا وكمال يعني كل واحد طبعا على حدة هلأ أولا قبل البرنامج قبل البرنامج قبل الهواء فيه كلاشيز حلو طيب وهلأ لا أوكي هلأ أمور سايرة يدريني سيطر تقدري تعرفي وإنسان عن جد البني آدم من طاقته يعني متى تقدري متى إزاله يعني قاعد شوي حكا معاكمت في أوق وقال لك مثلا مرحبا أو صباح الخيال تقدري تلقطي طاقته إيش هلأ سلبية طاقة إيجابية لاب أنا بأشفيني آه أيه أه هوفاليا مرات الإنسان بيدعي أنه طاقته إيجابية تعرفي بس فيه ملامح معينة فيه تعبير معينة فيه فيه سلوك معين بيفهمني أنا كمعالجة بالطاقة إنه لأ هاد بيدعي الشيء مو حقيقته احكي لي أنا بكل صراحة وبكل جرأ أحلى آه 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 عاد لكي نحن نفتل بالأول يعني هارفتي بال بصراحة يعني أنا لسه أول مرة بأتحدث معك وليسه أول مرة بحط عيني بعينك بس لأ طاقتك كثير حياتي دعنا نحكي حياتي يمكن حياتي فيها هيك حياة فيها حياة فيها أكتب فيها أنيرجي عادة الناس اللي بيشتغلوا بالأستيديوهات بالتلفزيون لديهم أن يكونوا بأنيرجي أعرفتي؟ أكي لديهم بعضهم لديهم مشاكل أو لديهم مشاكل بس لديهم بحياتي لازم يحفوها آه هذه مشكلة صحنا لديهم نوع من الضغوطات تحصل لكن الرجل طاقة الرجل تختلف عن طاقة الرجل طبعا أنا أتبين أكتر منه أجزاك أنا أتبين أني أنا داون ليس مسألة داون بس نحن النساء حساسين أكتر للطاقة هم يفكرون ببوكسات نحن نتوارك نحن نعم بشكل شبكي عرفتي يعني بتكون هلب للستوديو بس في مكان في الدماغ الطبخة الولاد ما سددت الإيجار عندي ديون هو الآن تماما في الحلقة طبيعا هو الآن بيفكر بس إنه شو طبيعة الأسئلة شو اللي رح أتلقى من واسا وهيك فقصة عن جد انتهيت بس بعرف كيف أفصل لاش ما بتشوفينيش كيف بكون قبل الهواء وكيف أباس بس ما أنا كمان بفصل إحنا بيتهيئ لنا إنه نفاصلين طيب طيب كيف هي الطاقة وكيف ممكن نفهم أثرها في الإنسان الطاقة هو موضوع كثير كثير كبير ولكن عشان نختصره وبشكل علمي عشان كمان المشاهدين يكون عندهم إقنع هلأ كل شيء في الكون هو عبارة عن طاقة كيف؟ الله سبحانه وتعالى خلق الذرات الكون مكون من ذرات فالذرة فيها نواة النواة يدور حولها إلكترون فقوة المادة تعتمد على سرعة دوران الإلكترون حول النواة فيتشكل الشكل يعني مثلاً الجبال عبارة عن ذرات داخلها نواة الإلكترون يدور بسرعة عالية صحيح فتتجاذب الدرات فتتكون الشكل اللي هو الجبل مثلاً أوكي مثلاً الخشب الحديد كل شيء عبارة عن طاقة فطالما إنه الكون عبارة عن طاقة فإحنا جزء من هذا الكون وإحنا أساساً فيزيكل نعم إحنا شكل مادي ولكن حوالينا وحوالينا تشكل في مجال هالة أوكي الدرات بدأت تتباعد ولكن هي ضمن كينونتي ضمن طاقتي ضمني أنا عرفتي؟ فكل إنسان إله هالة شفافة أي هالة شفافة هي بتحكي عنه يعني مثلاً حد تدخل عليكي شكله مرتب كل شيء بس بس يكون معاكي بتحسي أنه أنت نافرة من هذا الشخص ما بتحسي في ألفة ما بتحسي في في أو مثلاً بتقولي سحب طاقتي أنا هاي بتصير عندي أنا بتكون عندي مرات طاقة حاس حالي طاقتي مرتفعة بفكي بطاريات إيجابية مبسوطة نحن بنربط الطاقة بالسعادة ممكن أنا اليوم طاقتي عالي لأنني أنا شوية هيك مروعة أو مبسوطة بيجيني مثلاً بقعد شوية خمس دقايق مع مين مكان ممكن يسحب مني الطاقة بقول سحب مني الطاقة بحيث حالي داون بالزبب بالزبب ليش سحب مني طاقتك لأنه أنت أصلاً الهالة تبعك مش كتير قوية أيها عرفتي الشخص مثلاً بيكون معاك بيبدأ يتشكوا أصار لي وحصال وعندي ديون وعندي أنت أولي سالفية فأنت بيأخذ منك طاقتك بيشفوطها هيك بيعطيك طاقته فهو بيروح من عندك وانت كتير داون هو لايفلي هو منتعش تبادل صار تبادل أنه أنا وانتي هلأ أهالتنا داخلين في بعض أنا وإستاذ أهالتنا داخلة في بعض فهي تبادل هي دوران الطاقة مش شيء ثابت الطاقة فيها حركة فكلما كنتي مع الناس ليش هم دايماً بننصح أنه يعني كون علاقات إيجابية داعمة عكس في دايماً الأهل بيكونوا يعني بيشكروا ضغوطات علينا الشكوانة الإحساس بالدم مثلاً ما بتعملوا ما بتسووا بس ممكن أكون لي أنا شخص مجتمع داعم إلي صح عرفتي صح طيب كيف ترتبط الطاقة بعقلنا الباطن اليوم أوكي هي الفكرة مو أنه كيف ترتبط الطاقة بعقلنا إحنا أصلاً طاقة أوكي إحنا كهالة الهالة هي لديها عدة أبعاد في عنا البعد العاطفي في عنا البعد الفكري في عنا البعد الروحي هو طبعاً أكتر من هيك بس بما اللي بيهمنا إحنا أن إحنا نعرف هذه الثلاثة الأبعاد أوكي كيف بتتكون هذه الثلاثة الأبعاد من بداية الولادة أول ما يتوذي الطفل من عمر السنة إلى ما شاء الله بيبدأ هذا الهالة بتبدأ تمتص كل الأفكار اللي بيأخذها من الوالدين يعني مثلاً كلمة لا مش مسموح أنت غبي أنت شاطئ سواء كان كلام سلبي أو إيجابي فإذا كان شعور بيروح بيلتصق بالجسم العاطفي أو البعد العاطفي وإذا كانت فكرة بتروح بيلتصق بالبعد الفكري ومن هون تتشكل عنا المعتقدات فالعقل الباطن فعلياً هو مش جزء معين داخل الدماغ أو داخل الجسد لا إيجابي يعني شيء شفاف في طاقتنا حتى مرات يعني هو بعيداً عن الموضوع بس أنه مرات الواحد لما بيحلم بإيشي بيقول لك يا أخي أنا أصلاً ما فكرت فيه لما بترجع مثلاً لأخي الصائي أو حدا مختص بهذا الموضوع بيقول لك عقلة الباطن كان عم بيفكر في الموضوع مش إنه أنت عقلك اللي هو عقلك الواعي هو العقل اللاواعي هو شكل يعني 95% من ردود الأفعال بشكل 95% من حياتنا من أسلوب حياتنا من سلوكنا لأنه العقل وظيفته شو هي أنه يشغل الوظائف الحيوية كدماغ كجهاز بيشغل بس وظائف حيوية لكن أنا لما بقول أنا عندي فكرة هل الفكرة في الدماغ؟ لا الدماغ هي عبارة عن وصلات عصبية بس بتوصل إشارات تتلقى أوامر فالفكرة إذا مثلاً جتني فكرة أنه أنا بدي أفتح بزنس بس أنا عاطفياً مش شابكة مع الفكرة ليش إني خايفة؟ لأنني سمعت زمان أهلي بيحكولي أنه أنت غبية أنت ما بتفلح في الانكونشوس شو صار؟ شبكتي أنت يعني جسمك العاطفي أو البعد العاطفي عندك كتير أكبر من الفكرة فأنت قد ما كانت الفكرة كبيرة وكيف ما كانت كويسة لكن العاطفة أنت في عندك شي بيرجعك الورا ببعدك عن الموضوع هل ممكن نستغل الموضوع بشكل عكسي؟ أكيد طبعاً يعني معنى أنه إحنا أنا أغير أفكاري بطبع ومشاعري عن طريق طاقتي لا الطاقة هي اللي بيتأفكار ومش العكس يعني مثلاً أنا طاقتي داون مثلاً في اللحظة أنا شو ممكن أعمل أغير من طاقتي؟ أفكاري بطريقة جميلة يعني مثلاً أنا داون ممكن بس بفكرة بسيطة أنه أروح أخذ شاور هلأ أنا بدي بس أروح أخذ شاور أنت شو عملت؟ أنت غسلت الهالة أساساً أنت مو بتغسلي بس الجسم المادي أنت بتغسلي هالتك عرفتي؟ فهذا أول ستاب إنه بس أغير نوعية الطاقة اللي أنا عيشها حالياً الناس بيعيشوا حالات كثير باليوم يعني فيه ناس متذبذبين بتشوفهم الصبح عابسين بعد ساعتين مبتسمين بعد شوية بيبكوا بعدين عادي وبعدين مكتئبين شو السبب؟ فهي الدبذبة اللي طالعة نازلة طالعة لأنه الإنسان عنده خوف أنه يفهم حاله فبيتأثر بأي شيء خارجي حدا أعطاكي نقطة خلاص ضحكتي نسيتي لنص ساعة بس أنت نسيتي الحالة اللي كنت عيشها بعدين صبقون شوك بيحكي لك إنه لا والله أنت كنت يتعبانا أو أنت زعلانا وبترجع لنفس الحالة موقف ممكن يذكرك بي شيء حالي ممكن تترجع صوت ممكن يذكرك بشيء ممكن شيء مفرح أو شيء محزن يعني صح أو خطأ مش موضوعنا وسانة هل في ناس طاقتهم واحدة أو هم متوازنين يعني مثلا أحد من الناس المتقلب اللي انت حكيتي عنه أنا الصبح ممكن أكون مود بعد شوية مود بالليل مود في ناس بحسها لما بتضلك مثلا شوكيها بضلهم على نفس الطاقة مستقرين بطاقتهم أو مستقرين حتى بمودهم بحسينه ما فيه إيش عم بتغير عليهم صحيح كيف تقدر تعمل كنترول طيب هي المسألة مش كنترول هي المسألة وعي أدرك أنه أنا الآن عندي حالة شعورية معينة أنا بمر بحالة أنا بمر It is not me مش أنا بس أنا بمر بالحالة غالبا الناس بيربطوا المشاعر أو الفكرة فيهم هما مع أنه الشعور والفكرة مش أنت هي شيء دخيل عليك فهي إما تستقبليها ويكون عندك أنت مساحة للشيء الحلو بحياتك أو عندك مساحة للشيء البشع بحياتك أو الطاقة السلبية فأنا لما بعمل سكان على شو أفكاري أنا مثلا بروح البيت بالليل شو الأفكار اللي مرت علي اليوم maybe it's not mine يعني مش مش أفكاري maybe أنا سمعت حد بيحكي عنها تأثرت فيها هذا الشعور شو الشعور اللي أنا اليوم عاشته هل كنت حزينة هل كنت فرحانة طب أنا ليش كنت حزينة طب أنا ليش كنت فرحانة فالأسئلة اللي أنا بحطها لنفسي أو الحوار الداخلي هو بيأثر على طاقتي صح صح اليوم كيف ممكن التأمل والتصور الذهني يساهموا في أني أنا أحسن المجال الطاقي خلال العقل الباطن تبعي خلينا نحكيها بطريقة مختلفة التأمل أداة أوكي هو طول الإنسان ممكن يستخدمه ليعمل تهدئة للأفكار أوكي يعني دايما الناس بيحكوا أنه التأمل هذه شيء هندوسي أو شيء بودي أو شيء مش عافة خرافات بس لو تيجي إحنا لكل الأنبياء هم بدأوا أصلا نزل عليهم الوحي بعد التأمل بعد الخلوة يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان بيروح غار حرا وضل فيه فترة طويلة لماذا؟ لأنه كان بده إلهامات كان عنده استفسارات كان عنده أسئلة بده يأخذ إجاباته بس هو مش عارف من وين فأخذ الخلوة بعدين نزل عليه الوحي اللي يحكي له أنه أنت الرسول المختار صح ولا لا فالفكرة من التأمل أنه أنا أهدي كترة الأفكار زحمة الأفكار كترة ما أنا عندي مشاعر سلبية عندي ضغوطات نفسية التأمل مع التنفس لأنه التأمل هو مرتبط بالتنفس صحيح فأنا لما أتنفس شهير بردم معين أنا هيك بسمح لنفسي والأعضاء الداخلية أنها تسترخي طب احكي لنا كيف ممكن الواحد يتأمل بالطريقة الصحيحة لأنه فيه ناس بقول لك أول ما تصحي من النوم تأملي قبل ما تنامي تأملي على مدة خمس دقايق فيه ناس تقول لك لعشر دقايق لازم التنفس يعني أعطينا الطريقة الصحيحة بتوقيتها للتأمل عشان أنا أحسن من أفكاري ومن طاقتي أوكي لا قبل النوم شيء مهم جدا لأنه أنت ما تنام عليه من أفكار بحقلك الباطن تصحي عليها يعني أنت نمتي وأنت مزعوجة أوكي بتحكي أنه لا خليني أنا بصحك ويسا بس فعليا أنت لا ما تتصحي كويسا إلا إذا أعطيتي مساحة وفكيتي ما بين الشعور والفكرة من خلال التأمل فهمت عليك؟ يعني عشر دقايق قبل النوم شو رح تعملي بس على تختيك بهدوء بس تركزي على التنفس فقط ما تفكرش بالشيء مش بسألة ما تفكري أنت رح تفكري عقلك هات شغال 24-7 ما بتوقع صح فأنت ما تعطي الاهتمام والانتباه للتركيز على شو الأفكار اللي في رأسك أنت بس رح تنتبه على أنا بتنفس أنا الآن عمبي أنا هنا والآن فقط أنا بس بتنفس ما إلي علاقة بأي شيء أي فكرة بتيجي أهلا وسهلا أي شعور بحثه ما بشبك أهلا وسهلا ممكن أنا أغوص بالفكرة لا أنا الوسهلا إنه تكون موجودة تكون موجودة ما أصير أنا أقاومها أقاومت إليها سأفكر فيها كثير لا أقاومها ولا أركز عليها إنها هنا تمام لكنها ليست موجودة صح كل ما أفكر نفسي إنه هذه الأشياء ليس أنا لأننا مثلا بالبرانيكيلينج نقول إحنا لا الجسد ولا العواطف ولا العقل ولا التفكير إحنا روح صح إحنا جئنا هون بس عشان نأدي رسالة معينة في الحياة صح وننتهي هيا هيا يعني أول شيء سعيدين جدا بوجودك معنا سعيدين جدا بهاي المعلومات القيمة بكل الشكر إليك إن شاء الله إلنا لقاءات تانية إن شاء الله بمنونهم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك